بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أحبة في الله ها هو رمضان تمر فيه الأيام والليالي ونحن في هذا الجو الإيماني نستنشك هذا العبيل الرباني تسم النفوس وتستكر القلوب وتهدأ الجوارح لتخشع لله رب العالمين كي تحقق العبودية المطلقة لله رب العالمين فيا ترى هل تحقق فينا الإيمان يا ترى هل نعيش في رمضان كما أراد الله عز وجل منا يا ترى هل أحسننا ونحسن كيف نستغل هذه الأيام وهذه الليالي أحبة في الله أخي في الله يا ترى هل تحقق فيك ما قاله ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم وما قاله ربنا عز وجل في قرآنه وما ورد إلينا عن طريق السلف الصالح وعن التابعين رضوان الله عليهم أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين تحقق فينا التكوى ألم يكن ربنا اسمع أخي اسمع وتضبر وتأمل ألم يكن ربنا عز وجل في قرآنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ تدبر معي يا ترى تحقق فينا هذا المعنى خرج الإمام أبو نعيم في الحلية أن رجلا كان يصلي لله عز وجل في اليوم والليل ألف ركعة حتى تعب فكان يصلي وهو جالس ألف ركعة وكان يحبو على يديه وقدميه ويقول سبحانك يا رب عجبت للخليقة كيف أنست قلوبها بغيرك بل عجبت للخليقة كيف استأنست قلوبها بذكر سواك يا ترى تحقق فينا يا إخواني هذا المعنى أنا عاوزك تتخيل هذا المعنى عاوزك معي تتخيل هذا المعنى إلا له سيدنا داود عليه السلام كما ذكر الإمام الشافعي فيما ذكر الإمام النووي رضي الله عنهما سيدنا داود يسأل ربنا سبحانه وتعالى سأل ويقول له يا رب كن كن ويرجو من الله عز وجل ويتمنى ويقول يا رب كن لابن سليمان كما كنت لي فقال الله عز وجل يا داود كل سليمان يكون لي كما كنت أنت لي أقن له كما كنت لك معنى إحنا محتاجين نتضبره يا إخواني محتاجين الواحد يقف مع نفسه وقفات أمام هذا المعنى يا ترى أنت سغليت أيام وليالي رمضان يا ترى أحسنت ضيافة هذا الشهر الكريم يا ترى أنت فعلا على يقين أنك عبد لله رب العالمين هو أنت بتعبد ربنا حقا هو أنت قلبك وعجلك وجوارحك متعلقة بالله سيدنا سهل بن عبد الله رضي الله عنه أرضي يقول إيه حرام على قلب أن يدخله النور وفيه سقون لغير الله عز وجل وحرقام وحرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفي قلبه شيء يكرهه الله عز وجل يا ترى النوعية دية متحققة فيك ولا لا يا ترى أني بقول لك يا ترى أنت فعلا عبد لله أحسنت الضيافة أحسنت العبودية لله رب العالمين محتاج أن أنت الواحد يفوج نفسه شوي محتاج أن العقل يفوق والعنت يفوق والقلب يفوق ليه؟ علشان ما قاله سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وأرضاه خلي بالك وتأمل وتدبر الدنيا مصرها إلى زوال سيدنا إبراهيم بن أدهم وهو بيتكلم معاك وبيكلمني وبياخد بعجلي وبعجلك علشان نحط ريجلنا على الطريق المستقيم ما هو خلاص أنا أنفسي معدودة أنا عمري معدود هو أنا مستني إيه؟ ما فيه شباب بتموت ما هي الدنيا مش فضلة على حلها ما هي الدنيا خلي بالك لزوال ما هو النعمة مش دايمة ما هو الصحة مش الدوم لابا لازم الواحد يرجع يقول سيدنا إبراهيم بن أدهم لما سئل عن سر زهده قال علمت بأن الطريق طويل وليس معي زاد وعلمت بأن القبر موحش ولا مؤنس لي وعلمت بأن الجبار قاضية وليس هناك من يدافع عني ولا حجة لي يا طرى أنا هعمل مع الثلاثة دي إيه؟ محتاج أن العقل يفوق وأن الجلب يتحرك وأن الجوارح تكشعر وأن الواحد ياخد باله من نفسه قبل فوات الأوان وأن الواحد يحقق هذا المعنى اللي يعجبوه زي ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أيوة أنا بقولك أنت أيوة أنا بخطب عجلك أنا بقولك ركز في الحتة دي بوي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء يسكنها بعد الموت إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناغا بخير طاب مسكنه وإن بناغا بشر الخاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذغب والمسكطينتها والزافران حشيش نابت فيها فمن يشتري الدار فمن يشتري الدار فمن يشتري الدار فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعتين في ظلام الليل يحييها أنت واخد بالك أنت واخد بالك من هذا المعنى يطرى قلبك تحرك ولا لسه لسه ما تحركشي لسه عجلك ما فكشي لسه جوارحك ما استجابتشي لنا في الحديث بقية أقول قولي هذا وأستغفر الله غلي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر